السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم محمد عبدالهادي من قناة مصر بعض الناس زعلانة مننا وبتقول أن ازاي أن كنتم تدعموا روسيا وتأييدوا روسيا على الرغم من أن روسيا دولة محتلة لأوكرانيا كنا دايما بنرد عليهم ونقول لهم هي القضية ما هيش أوكرانيا هي القضية أساسا صراع ما بين جناحين الكتلة الشرقية والغربية الكتلة الغربية أساسا من مصلحتها أن هي تدمر المنطقة الشرقية الممثلة في روسيا الصين كوريا الشمالية وبالتالي أصبحت أوكرانيا بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير كانت الحروب مخفية لكن أوكرانيا فجرت الوضع كله المسائل وصلت إلى درجة أن حلف شمال الأطلسي اعترف بالحرف الواحد أن هم بيخطته منذ سنوات طويلة جدا لتقسيم وتدمير روسيا هو دا اللي قاله مش كده وباس بعض القيادات الأمريكية أيضا اعترف بعضمة لسانه منذ ساعات قليلة هو كمان وقال بالحرف الواحد أن أمريكا وبريطانيا يهمهم عدم انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لأن الوضع الأوكراني بيحقق لهم مصالح غير عادية اللي هو الهدف السابق اللي أعلن عنه المسؤول أو القيادة في حلف شمال الأطلسي رئيس اللجنة العسكرية الحلف شمال الأطلسي روب باور الراجل دا أطلق تصريحات في مؤتمر صحفي النهاردة وبكل بجاحة وبكل وقاحة قال بالحرف الواحد أن التخطيط لتوسيع وجود الناتو بالقرب من حدود روسيا بدأ منذ عدة سنوات والآن نقوم بتنفيذ هذا المخطط من أجل إضعاف وكسر روسيا طب حضرتك أنت عاوزي أكتر من كده وبعض الناس بتلوم على روسيا أن هي بتأمن حدودها القضية يا سادة مش أوكرانيا لأن في اتفاقية ما بين الاتحاد السوفيتي القديم وما بين الناتو ممنوع الاقتراب أو التصوير من الأمن القومي بتاع روسيا الحدود المتخمة لروسيا ده ما حصلش ما التزموش بالاتفاقية دي الإعلام الغربي في البداية كان بيساند وبشكل قوي للغاية مخططات الاتحاد الأوروبي وأمريكا لخطة مخابراتية إعلامية تشويش إثارة الوضع عمل نوع من الفوضى جوه روسيا حفظ ماء الوجه قدام الشعوب الأوروبية والشعب الأمريكي هكذا لكن الإعلام الغربي في لحظة من اللحظات أساسا بيكشف الحقيقة والحقيقة كما تناولتها وسائل الإعلام الدولية على لسان مسؤول أمريكي سابق اللي أعلن أن واشنطن ولندن لا يرغبان في إنهاء أزمة أوكرانيا مش عاوزين أعلن كريستيان ويتون المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية أن أمريكا وبريطانيا مش عاوزين توصل أوكرانيا وروسيا لاتفاق لأن دية فرصتهم لاستنزاف قدرات روسيا وتدميرها يعني من مصلحة أمريكا وبريطانيا التي تتوقف هذه الحرب وبالتالي هم بيصعوا إلى ذلك طبعا ده واضح قدام حضراتكم قال كمان أن أوكرانيا لديها رغبة وأساس للتخلي عن جزء من الأراضي بتاعتها اللي هي عرقيا روسية وناطقة باللغة الروسية إلا أن أمريكا تتصدى لذلك تخيلوا حضراتكم ليه؟ هم عاوزين استنزاف قدرات روسيا وبالتالي هي مستمرة طيب أوكرانيا في لحظة من اللحظات قالت أنا ما عنديش منع أتخلى عن الأراضي دي في الوقت الراهن بعد ما تكبدت مشقة حرب لا يعلم مدها إلا الله إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقفوا ليها وبالتالي أوكرانيا حاليا دلوقتي متصورة أن هي حقاقت انتصارات أو الجانب الغرب بيساعدها على نشر هذه الحقيقة المزيفة لكن هذا المسؤول الأمريكي بيقول أن أوكرانيا وصلت إلى مرحلة مؤداء أن هي ما عندهاش مانع أن هي تتخلى عن الأراضي اللي استولت عليها روسيا اللي بتعتبر أساسا جغرافيا وتاريخيا وعرقيا روسيا طب إيه المانع؟ إيه اللي منحها عن تحقيق ذلك؟ أمريكا وبريطانيا شوفوا حضراتكم فلادميرزي لانسكين في تصريحاته الأخيرة بناء على التعليمات الأمريكية والبريطانية أو التعليمات الأمريكية والغربية والمخططات اللي هما بيصعوا لتنفيذهم هما بيحاولوا أن هما يحصلوا روسيا من كل الاتجاهات كرايم حرب أنتوا دمرتوا أنتوا بتحاولوا بتاع محطة زابوروجيا أساسا أنتوا هتأثروا عليها ده فيه إشعاع نووي أساسا هيطلع من المحطة دي وفي التالي أنتوا هتحاولوا أن كنتوا هتخربوا العالم بنفس الطريقة دية إحنا لابد أن نحن نحاكم هذا الرجل اللي هو فلادمير بوتين كل الحاجات دية بناء على مخططات مخابراتية وضعوها بالتنسيق بينهم وبين بعضهم في سبيل استمرار الوضع على ما هو عليه النتيجة حضراتكم إيه اللي حصل فلادميرزي لانسكي اتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في بلاده بعد اكتشاف جس لربعمية وخمسين شخص في مدينة إزيوم وكلها بتحمل آثار متعنيف تعذيب زي وانت لحضراتكم في حلقة سابقة القوات الروسية بتجتح أوكرانيا يقتلوا الناس أو يفضلوا يعذبوا الناس كخ يا حمادة كخ يا حمادة موقفش تعملها يا حمادة وبعد ما يقتلوهم يحطوهم في مقبرة جماعية أنا كقوات عسكرية وقدامه مهمة أنا هفضل أمسك الناس أعذبها وبعد ما أعذبها وموتها هحفر لهم مقبرة ما أنا هنشي بطلقات الرصاص بالتلات تلاف أربع تلاف واحد زي موزارة الدفاع الروسية أساسا بتعلن عن ذلك زي ما احنا قلنا في حلقات سابقة بالتلتموت ربعمية واحد ماتوا ما يغوره في ستين ألف دهية ما أنت اللي حطيت أساسا إيديك تحت مطرقة الوضع العالمي أنت بتحاول أنك أنت يكون لك دور عاوز تنضم الحلف شمال الأطلسي عاوز تنضم للاتحاد الأوروبي على الرغم من أن هناك اتفاقيات تمنع ذلك ورغم ذلك شيطانك وزك أنك أنت تكون بطل لما تكلم على فلاد ميرزي لانسكي فتعمل اللي أنت عملته كما أنت هتأثر على أمن القومي النتيجة يا عم فلاد ميرزي لانسكي احترم نفسك لا هننضم للناتو يا بابا في اتفاقيات تمنع ذلك لا المسلسل اللي عمل اللي اسمه خادم الشعب الواضح أنه هو لحس دماغه المسلسل اللي كان عمله فلاد ميرزي لانسكي لأنه هو مغرج أو ممثل شهره جدا نتيجة شهرته كممثل أصبح رئيس لأوكرانيا يبقى الشعب الأوكراني يستحق كل اللي يجراله لأنه هو اختار واحد مغرج رئيس لدولته النتيجة أن الرجل تلاحظ في دماغه ومتصور أنه هو ممكن يحقق أحداث المسلسل بتاعه يعني تخيلوا حضراتكم أنه هو عمل حزب باسم خادم الشعب بناء على المسلسل اللي عمله ايه شغل التهريج اللي انت عايش فيه ده النتيجة أن أوكرانيا حطت نفسيها في مفرامة روسيا والقوى الغربية وبالتالي أنا من حقي كروسيا أن أنا أقام من حدودي أنت اللي جانت على نفسك فلادمير زيلانسكي بيقول إيه بقى إحنا عثرنا على مراكز تعذيب متعددة في المدينة طبعا الكلام ده كله نعاوز أوضح لحضراتكم كله كده هي بمثابة خطة مخابراتية لإرباك فلادمير بوتين ومحاولة أو ادعاء محاكمته وزير الخارجية اللي تشيكي بان لبافيسكي رئيس الاتحاد الأوروب في دورته الحالية تعى لإنشاء محكمة دولية خاصة بجرايم الحرب بعد العثور على مئات الجسس في مقابر جماعية قرب مدينة إزيون بأوكرانيا شفتوا الناس حارسة على الوضع في أوكرانيا إزاي فلادميرز الأنيسكي صرح النهاردة وقال إحنا تلاقينا مقبرة جماعية تاني يوم بالزبط كانت تصريحات رئيس للتحاد الأوروبي بص يا جماعة إحنا لازم نحاكم الراجل ده أساسا قدام المحكمة الجنائية الدولية وإحنا عايزين ننشئ محكمة تخص عمليات جرايم الحرب طبعا ده كله بالتوازي مع بعضه وبشكل سريع للغاية اللي هيتابع مسلسل الأحداث بنفس الطريقة دي هيتصور أن الاتحاد الأوروبي حارس جدا على الوضع في أوكرانيا تعال أذكر حضراتكم باللي بيحصل حل في شمال الأطلسي أتى الآلاف مؤلفة من أفراد الشعب الليبي مفيش أي كلم اتكلم كلمة واحدة عن هؤلاء أو كل هذه الجسس هذه واحدة الحاجة التانية في قلب أسيوبيا في موقعة التجراي أبي أحمد رئيس الوزراء الأسيوبي ارتكب عمليات إبادة جماعية في قلب منطقة التجراي إلى درجة أنه هو أتى الآلاف مؤلفة من شعب التجراي وارتكب إبادة جماعية ارتكب تطهير عرقي عملات تطهير عرقي والقوات بتاعته ارتكبت آلاف من عمليات الاغتصاب الجماعي وكل المنظمات الحقوقية طيّرت ذلك ورغم ذلك سبحان الله لم تتحدث أوروبا بكلمة واحدة دا كله بيؤكد لحضراتكم بالإضافة إلى اللي بحصل في سوريا اللي بحصل في قلب العراق اللي بحصل في قلب اليمن اللي بحصل في قلب السودان ما فيش سرخي بن يومين تحدث عن ما يحدث هناك من مجازر ليه حضراتكم؟ أو دا بيؤكد على إيه حضراتكم؟ بيؤكد على حاجة واحدة بس دي كلها عبارة عن مصرحية بيحاولوا أن هم يكملوها وبناء عليه هم بيحاولوا بقدر الإمكان أن هم يربكوا روسيا ويحاولوا أن هم يشعلوا الوضع جواها ويحاولوا أن هم يدمروها لكن طبعا مستحيل سافر روسيا في أمريكا أناتولي أنتنوف شن حاملة هجومية على الولايات المتحدة الأمريكية وشبه أمريكا بالكوبوي ضعيف البصر اللي بيطلق النار عشوائيا دون تحديد للهدف وقال لتصرفات وعقوبات أمريكا الأحادية بالضرها هي ولا يمكن عزل روسيا يعني كل الكلام اللي أنت بتعملوه دا يا سادة لا يسمن ولا يغني من جوع الناتو يعترف بتخطيطه للتوسع قرب حدود روسيا منذ عدة سنوات مسؤول أمريكي سابق واشنطن ولندن لا تريدان أن تنتهي الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي يطالب بمحكمة لجرائم الحرب الروسية فلاد ميرزي لانيسكي المقابر الجماعية دليل على جرائم الحرب الروسية السفير الروسي بواشنطن أمريكا تقفز مثل راعي بقر لا يرى ديت بعض المنشتات بشكل سريع عشان تتأكده مما قلناه سابقا وتتأكده أيضا أن كل التحليلات بتاعتنا وكل أخبارنا السابقة كانت صدقة بمعدل ألف في المية أراكم على خير ترجمة نانسي قنقر